موسيقى مشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في جولة جديدة في سودان هذا المساء من قناة الشروق نبدأ بالعناوين موسيقى البرهان يلتقي اسر انقلاب الثامن والعشرين من رمضان ويتعهد بالاستجابة الكاملة لمطالبهم موسيقى وفداء الحكومة وحركات الكفاح المسلح يبحثان في جوبا اطرى عملية التفاوض موسيقى مجموعة اصدقاء السودان تؤكد على حشد الدعم الدولي لأولويات الحكومة الانتقالية موسيقى اهلا بكم مشاهدين وعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان بالوفاء بحقوق شهداء الثامن والعشرين من رمضان سنة الف واربعمائة واحد عشر هجرية وذلك خلال لقائه اسر الشهداء بالقيادة العامة وامتدح البرهان الدور الكبير للشهداء في الدفاع عن الوطن واوضح ان هناك لجنة شكلت للوصول للحقائق التي طالبت بها الاسر واشار الى ان ذلك حق يمليه الواجب وزمالة القوات المسلحة واكد الاستجابة الكاملة لمطالب اسر الشهداء والمحافظة على حقوق الذين احيلوا للمعاش بذات الاسباب وامل الفريق الركن منور عثمان نقد نائب رئيس هيئة الاركان للادارة ان كل مطالب اسر الشهداء سيتم الوفاء بها كاملة وفي ذات الاثناء رحبت اسر الشهداء بحديث البرهان ووجدوا القبول والارتياح هم شهداء اهدموا لهذا الفضل وما سيعاملون عاملت الشهداء كما للشهداء الاستجابة سينالوا حقهم مثلهم مثل شهداء الشهداء قوات المسلحة زين استشهدوا في مماضي العاملية ايضا الذين تمت حاكمتهم وتم فصلهم ايضا سيتم النظر في امرهم وسبعاملوا العامل ايضا تعيد لهم كرامتهم وتعيد لهم جد كبير او تعيد لهم حقهم كاملا ان شاء الله من اعيدهم باننا سنسعى بان نضع كل ما تستحقه هذه المجموعة من الفقوق نضعها امامكم وكما ذكرنا الرئيسة لنا كل شيء سيتم بالتشارع والترابط في بعض الامور التي نرى انها تدخل فيها بعض التدافلات والمسعبات نتكلم برواضي كلنا نتكلم لنا نتكلم لهم لأسرة واحد مثلا المقبرة تقريبا الى الان منطقة تحدد نحن في هذه المنطقة تحدد من الفحس عن من داخل المنطقة او نكتبه اننا نضع عليها المنطقة تحدد من الفحس نتكلم للمترسل والطباء والإنشاء ان كانت هناك استحارة انا نقدر نفس المنطقة او نصنفهم لتكبه حاجتان لكن كل شيء سنعمل بالتشارع مع المنطقة لغاية ما الناس يرضو بشيء الناس يتوقع اليوم شعبا بالنسبة لأخوان المستشهد كلهم رجون الهد ورجون الهد ورجون الهد ورجون السكالة مكامة بدأت صباح الاربعة بفندق بالم افريكا بجوبا جلسة التفاوض الاولى العامة في اطار الجولة الثالثة للتفاوض بين وفدي الحكومة وحركات الكفاح المسلح بحضور وفد الوساطة من دولة جنوب السودان ومشاركة اصحاب المصلحة من ولايات السودان المختلفة ويتمع الحكومية محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة وتناقش الجلسة اللوائحة والقوانين المنظمة للعملية التفاوضية ومراجعة ما تم الاتفاق عليه حول اعلان جوبا وكل الاتفاقيات وتشاور حول انضمام الحركات الاخرى لمينبري جوبا وتعقب الجلسة العامة جلسة اخرى مخصصة لمسار المنطقتين تناقش الاتفاق الاطاري الذي ستقدمه الحركة الشعبية شمال تليها جلسة خاصة بمسار الوسط حول الاتفاق الاطاري هذا وقد اعرب وفد الوساطة بدولة جنوب السودان عن رضائه التام عن سير عملية التفاوض بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح في جوبا واوضح ديوماتوك عضو الوفد في تصريح صحفي عقب الجلسة المشتركة بين وفدي الحكومة والجبهة الثورية ان الجلسة ناقشت تنفيذ الاتفاق الذي وقع في الجولة الماضية ونظر في انضمام عدد من الحركات لمينبري جوبا وفقا لاتفاق اعلان المبادئ وكشف ماتوك ان الوساطة استلمت طلبات من عدد من الحركات المسلحة والسياسية للانضمام لمينبري جوبا وقال ان الجلسة خلصت الى تشكيل لجنة مصاغرة لاحكام التنسيق ومتابعة مسار التفاوض السياسي ورفع تقرير الوساطة من جانبه قال رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو ان وفد حركته جاء لجوبا وهو مفعم بالامل في ان تسفر الجولة الحالية عن نتائج ايجابية تدفع بالعملية السلمية الى نهايتها المنطقية والمرجوة وقال ان مبعث الامل في الوصول الى اتفاق هو روح التعاون والتفاهم من جانب الوفد الحكومي التي لمسناها في الجولة السابقة رغم اعترافنا بتحقيدات المشكلة الوطنية ووعورة المسالك باتجاه حلولها وتعرجاتها واكد الحلو وصول وفد حركته واستعداده لمواصلة ما بدأ في الجولة السابقة من حوار حول القضايا مناط النقاش توقع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك دعم مجموعة اصدقاء السودان لبلاده عبر الاستثمارات وشركات الاقتصادية المباشرة وفي كلمته امام مؤتمر مجموعة اصدقاء السودان طالب دول المجموعة بالوقوف الى جانبهم لتجاوز المرحلة الانتقالية التي وصفها بالمحفوفة بالمخاطر وذكر بيان صحفي ان التركيز حاليا ينصب على حشد وتنسيق الدعم من المجتمع الدولي لأولويات الحكومة الانتقالية حتى تتوج باجراء انتخابات حرة وزيهة في العام 22-2000 وذكر البيان ان الاجتماع سيمهد المجال للمؤتمر الدولي لإعلان التبرعات المقرر عقده منتصف العام 20-2000 وفي السياق ذاته طالبت وزيرة الدولة بالخارجية النرويجية ميريان هيغان بتضمين اهداف التنمية المستدامة في موازنة العام المقبل لضمان النمو المستدام ودعت سودانا الى عدم الاعتماد على الموارد الخارجية التي وصفتها بالعملية الانتقالية وليست الدائمة واشارت الى ضرورة تطوير القطاع الخاص والعمل على ازدهار القطاع الموازي لضمان تحريك الاقتصاد وتضم مجموعة اصدقاء السودان التي تشكلت في يونيو كل من الولايات المتحدة الامريكية المانيا النرويج بيطانيا فرنسا الامم المتحدة الاتحاد الافريقي اوثيوبيا الامارات السعودية مصر وقطر وصف امين امانة الاعلام بالمؤتمر الشعبي الفاضي العلي اعتقال ابراهيم السنوسي بالتعصف وغير القانوني والقت السلطات في السودان القبض على مساعد الرئيس المخلوع ورئيس مجلس الشورى بالمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي للتحقيق معه بتهمة المشاركة في الانقلاب الذي نفذه البشير في العام تسعة وثمانين وتسعمائة والف ووجه الفاضي انذارا للحكومة الانتقالية محملا اياها المسئولية حال حدوث اي مضاعفات صحية سالبة لقيادات حزبه المتواجدة في المعتقل في نوفمبر من العام المنصر وكان نائب العام تجسير الحبر كون لجنة تحقيق وتحر في انقلاب الذي تم في العام تسعة وثمانين تسعمائة والف برئاسة رئيس نيابة عامة وهو سيف اليزال محمد سعي اتهمت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون جهات لم تسميها باثارة الفتن داخل الجامعات لضرب ثورتي في مقتل وقالت صغيرون في تصريحات صحفية ان ما يحدث ببعض الجامعات في الاوينة الاخيرة من تحويل بعض القضايا الاكاديمية الى قضايا عنصرية هو محاولة مستميتة لاثارة النعرات القبلية من اجل تفتيت شعارات الثورة وقالت ان تسامح الحكومة اوجد ارضا خصبة للتجاوز وخرق القوانين في جامعة دونغولة وبالتحديد في كلية التقانة واعلنت انه تم تشكيل لجلة للتحقيق وانصاف الجميع من طلاب وطالبات دارفور بالكلية واكد الصغيرون ان وزارتها تعمل في صمت لتصحيح الاوضاع احتفلت الادارة العامة للشباب والرياضة ومنظمة كافة للتنمية باليوم العالمي للشباب واكد المتحدثون ان الاحتفال باليوم العالمي للشباب يهدف لفتح منابر توعوية للشباب والاهتمام باولوياتهم في المرحلة القادمة معربين عن املهم في ايسهم الاحتفال عبر توصياته في مساندة قضايا الشباب خاصة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان واكد مهاب الفاتح مدير منظمة كافة ان هذا العام هو عام الشباب وان هذه مشاركة فاعلة للشباب وهي رسالة واضحة لكل المجتمع السوداني بان دور الشباب دور واعد في احداث التنمية وتغيير في المجتمع هذه الليلة في فعالية اليوم العالم للشباب تحت شعار نهضة بالتعليم بالشراكة مع صنبوغة الون المتحدة للسكان وزارة الشباب والرياضة وحقيقة هو العام عام للشباب وانحنا في يطار هذا العام بنحتفل باليوم العام للشباب هو في شعار نهضة بالتعليم مشاركة فاعلة للشباب في هذا اليوم نرجو انه برضو يكون ده رسالة واضحة لكل مجتمعاتنا السودانية بان دور الشباب دور واعد في احداث التنمية والتغيير في المجتمع كما شاهدنا في الفقرات السابعة الغرض من الشراكات هي تفعيل دور الشباب في المرحلة الغادمة وعن طريق التعليم باشكاله متكلفة اللي هو هيكون تخطيط لأنواع التعليم يعني يكون هو من خلال مسح الدراسة في السودة العالمية والمحلية لنجل النهضة للشباب ودورنا الفاعل والواعد في التنمية إلى ذلك أوضح مصعب ماكن ممثل المنظمات أن الاحتفال هذا العام خرج للولايات في إطار فتح منابر توعوية للشباب وإدارة حلقات نقاش حول قضاياهم وأولوياتهم في المرحلة القادمة باعتبارهم مفتاح التنمية كل ذلك يأتي في إطار فتح منابر توعوية للشباب من الجنسين وإدارة حلقات النقاش والتوعية حول قضايا الشباب وأولوياتهم في المرحلة القادمة نحن بنفتكر أنه دي فرصة طيبة جدا في مرحلة تاريخية يشهد السودان من التحول مناسبة جدا لإرساء الاستراتيجيات القادمة بعيدة المدى وقصيرة المدى حتى وإنه تضع الشباب في مقدمة أولوياتها فمفتاح للتنمية اختتمت بإدارة السجون ولاية غرب درفور بالجنينة الدورة التدريبية حول منهجية حقوق الإنسان وتطبيقها في عمليات السجون وأوضحت مديرة قسم سيادة حكم القانون بمكتب الاتصال الولائي ليونيمد بغرب درفور كاثرين إندونا أن الدورة تأتي في إطار دعم يونيمد لقدرات شرطة السجون والإصلاح بالولاية بتعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة السجون والإصلاح واستهدفت أكثر من خمسين من قوات شرطة السجون بغرض تنشيط الخبرات وبناء القدرات لمزيد من التعاون في تطبيق المعايير الدولية في السجون والإصلاح مؤكدة استمرار الدورات التدريبية إلى ذلك أكد مدير ودارة السجون والإصلاح بغرب درفور العقيد شرطة بابيك رحمد محمد أن الدورة التدريبية ستسهم في زيادة كفاءة قوات شرطة السجون لينعكس على الأداء الشرطي وفقاً للمعايير الدولية لمنهجية حقوق الإنسان نحن مزيدون للمعايير الدولية التي تتعاون معنا الليلة اليوم الختامي لدورة التدريبية استمرت لمدة سبعين هي تتعلق بمثلة السجون ومعاومتها للمعايير العالمية لحقوق الإنسان وهو في النهاية عمل مشترك بين منظمة الأمم المتحدة صندوق الأمم المتحدة الأممائي والبعثة المشتركة بين الاتحاد الافريق والأمم المتحدة ومشاركين كان فيهم عدد من المشاركات يعني نكون حرزين على أن يكون في مجموعة من الفيميل أو المشاركات من الجانب النسائي وده في إطار التعاون بيننا وبين الأمم المتحدة والحكومات نحن متزمين بأن نقدم الدعم التغني والفني للحكومة وفيدة مشاهدين جولتنا تستمر معكم هذا المساء تتابعونا بعد قليل وزارة الطاقة والتعديل تقرر إبعاد منسوبيها من مجالس إدارات شركات التعديل وفي الأخبار الاقتصادية ألزم وزير الطاقة والتعديل عادل علي إبراهيم منسوبي وزارته بتقديم استقالاتهم من عضوية مجالس إدارات شركات التعديل العاملة بالبلاد وأمهل الوزير الذين ينطبق عليهم القرار أسبوعا لتقديم استقالاتهم وأصدر الوزير قرارا وجهه لوحدات الوزارة المعنية ممهورا بتوقيع المدير التنفيذي للوزارة قطاع التعديل مهند سيد أحمد اليوم الأربعاء ألزم فيه منسوبي الوزارة ووحداتها المختلفة بتقديم استقالاتهم من عضوية مجالس إدارات شركات التعديل العاملة بالبلاد خلال أسبوع من تاريخ القرار وكان الوزير أصدر قرارا وزاريا بالرقم 17 ألغى بموجبه عضوية جميع العاملين بالوزارة قطاع التعديل في مجالس إدارات الشركات اطلع وزير الصناع والتجارة مدني عباس مدني خلال لقائه وفد مفوضية المنافسة للسوق الأفريقية المشتركة لدول الشرق وجنوب أفريقيا الكوميسة على الأنشطة التي تطلع بها المفوضية خاصة فيما يتعلق بقوانين المنافسة ومنع الاحتكار وقال وكيل وزارة الصناع والتجارة محمد علي عبدالله في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن هناك مذكرة تفاهم بين مجلس المنافسة ومفوضية المنافسة سيتم التوقيع عليها تشمل تقديم المساعدات المادية والفنية لتسهم في إنفاذ القانون معلنا تنفيذه في بداية العام القادم عشرين والفين بجانب عمل التعديلات المطلوبة لعدد من القوانين تشمل قانون التنمية الصناعية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وتنظيم التجارة بالإضافة إلى عمل خارطة طريق لتقديم المساعدات بتنسيق معزرة الصناعة والتجارة ومفوضية المنافسة وبعض الجهات ذات الصلة اكتمل العمل في المرحلة الثانية من سوق محاصيل ود الحليو التي شملت توسيع مساحة السوق وإدخال غربة لتنقية المحاصيل ونقل عملية التسويق من النظام التقليدي إلى النظام الحديث وقال مدير أسواق محاصيل ولاية كسل عبدالخالق بابكر إن العمل جاري في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة والتي بنهايتها يصبح سوق محاصيل ود الحليو سوقاً إقليمية وعالمية للتسويق بافتتاح المرحلة الثانية من سوق محاصيل ود الحليو ودخول العمل في المرحلة الثالثة يغترب تحقيق حلومنتي ومصدري المحاصيل الزراعية بالمنطقة فبعد أن كان السوق عبارة عن نقطة لتجميع المحاصيل مات الآن سوقاً قومياً فيما تزعى إدارة أسواق المحاصيل بالولايات بنقله إلى سوق إقليمي وعالمي في تطوره نشأ كنقطة تحصيل ثم سوق فرعي الآن أصبح سوق رئيسي المرحلة الغادمة إن شاء الله باكتمال المرحلة الثالثة ستكون إن شاء الله سوق ود الحليو سوق سيكون سوق ود الحليو سوق عالمي هدفنا العام أنه أن نكون سوق إغليمي نجذب الشركات باعتبار ود الحليو منطقة بتاعة إنتاج وإنتاج وفير جداً جداً بساهم في الناتجة الإجمالي الغومي بالإضافة أنه أسواق المحاصيل واحد من أهداف بتخليق فرص عمل لكثير من الناس من خلال الخدمات التغدم باكتمال المرحلة الثانية من سوق محاصيل ود الحليو ودع المنتجين الطريقة التغليدية التي كانت تتبع في تسويق المحاصيل كما أن دخول الغرباء لأسهم بشكل كبير في يزم المنتجين والمصدرين للسوق في فترة الفتاة كان التسويق يتم بعملية تغليدية سيكون في تنظيم لها وأيضاً من الخدمات التي نقدمها والخدمات الأكبر في اعتقادنا هي الغربال غربال الود الحليو للمحاصيل الزراعية حقيقة تنقي المحاصيل من الشوايب ويتم التصدير مباشرة من عندنا هنا من الود الحليو ومع اكتمال المرحلة الثانية من سوق المحاصيل يرى بعض المنتجين أن السوق يفتقد لبعض الخدمات والتي يرون أنها من أساسيات عملهم غير أن إدارة الأسواق بالولاية ترى أن هذه المرحلة متعلقة بالمرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ سوق توفرت الأشياء المطلوبة للمحاصيل الآن المساطيب وأيضاً الأماكن التي تخزن فيها السماسي نتمنى أنه يكون في توفير للمياه محتاجين مياه أيضاً محتاجين لمظلات للتجار الغادمي من خارج الولاية نتمنى أنه زي ما بدينا بشراكة حقيقية مع كل المتعاملين مع السوق أو أصحاب المصلحة الحقيقية من مزارعين وتجار ومرحلين يعني تمتد هذه المشاركات ونقدر ننفذ المرحلة الأخيرة في طرحية للغربال وإضافة خط جديد للغربال وبناء غاعة ضخمة لعمل البورصة وإن شاء الله في نهاية الأمر نصل للسوق الغليمي اللي بيرفض الخزين العام وفي الأخبار الرياضية أبدت الأوساط الهلالية استياءها من العقوبات التي فرضها اتحاد كرة القدم على النادي على خلفية الشغب الذي صحب مباراة الفريق أمام المريخ في الدور الممتاز لكرة القدم وكان اتحاد كرة القدم قرر حرمان فريق كرة القدم بنادي الهلال من جمهوره لثلاث مباريات بجانب الغرامة 100 ألف جنيه معطبرا للشغب الذي لازم المباراة ناتجا عن جمهور الهلال كما قرر اتحاد كرة القدم إلزام نادي الهلال بإصلاح التلف الذي تعرض له استاد الخرطوم والذي كان مسرحا للمباراة قال المدير الفني السابق للجون المصري حماد صدقي إنه لم يكمل اتفاقه مع نادي الهلال السوداني مقررا بتلقيه اتصالات رسمية من وكيل عرض عليه تدريب الفريق وأوضح في تصريحات صحفية أنه تلقى اتصالا من نائب رئيس الهلال للاتفاق على أمور التعاقد وأكمل لن أتواجد في الملعب لأسباب المرضية إلا بعد أسبوع وسأعرض الأمر على نادي السوداني وأعلنت صحيفة الهلال الناطقة باسم النادي عن اتفاق أشرف سيد أحمد الكاردنال مع المدرم المصري حماد صدقي لتولي الأمور الفنية للفريق مشاهدين في ختام جولتنا في السودان هذا المساء نذكر بأبرز العنوين البرهان يلتقي أسر انقلاب الثامن والعشرين من رمضان ويتعهد بالاستجابة الكاملة للمطالب وفداء الحكومة وحركات الكفاح المسلح يبحثان في جوبا أطرى عملية التفاوض مجموعة أصدقاء سودان تؤكد على حشد الدعم الدولي لأولويات الحكومة الانتقالية انتهت جولتنا معكم في السودان هذا المساء مشاهدين عادنا الرئيس للأخبار قدمناه مع زملائنا من قناة الشروق مزيدا من الأخبار والمعلومات دائما على موقع الشروق دوت نت في عمال الله اشتركوا في القناة